شاشة سعر صرف العمولات في اسطنبول تؤشر إلى انخفاض جديد في سعر صرف الليرة التركية أمام العمولات الأجنبية هو الأدنى منذ ثلاثة أسابيع انخفاض تزامن مع تأكيد المعارضة خسارة البنك المركزي 128 مليار دولار من احتياطي العمولات الأجنبية خلال فترة تولي صهر الرئيس التركي بيرات البيرق حقيبة المالية صرفت الأموال دون حساب ودون مساءلة مرة أخرى هذا المبلغ أي 128 مليار دولار لم تصرف نطاق القانون المطبق في تركيا الأرقام الحكومية تؤكد ارتفاع صادرات تركيا خلال فترة وباء كورونا بسبب انخفاض تكلفة السلع المصدرة لكن محللين اقتصاديين يرون أن انخفاض سعر الصرف أثر بشكل سلبيا على أسعار السلع وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن ومستوى دخله مقابل الدولار منذ يوم الاثنين المنصرم وحتى الآن ارتفع سعر الدولار بشكل قاسي أعتقد احتمالية أن يستمر ذلك لفترة اعتبارا من هذا الصباح ارتفع سعر الدولار الأمريكي الارتفاع مرتبط بسعر الذهب كل شيء يرتفع الآن بشكل ملحوظ نتابع ماذا سيحدث الليرة التركية شاهدت تحسنا ملحوظا بعد استقالة البيرق في نوفمبر الماضي قبل أن تعاود الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري وقال متعاملون إن الليرة تسجل حاليا أداء أقل من نظيراتها من العمولات في الأسواق الناشئة يبدو أن تثبيت سعر صرف الليرة التركية يشكل تحديا أمام الإدارة الاقتصادية الجديدة مع تركة ثقيلة خلفتها إدارة بيرات البيرق سهري أردغان ورغم أن المصدرين هم أكثر المستفيدين من ارتفاع سعر الدولار لكن المواطنة هو من يدفع ثمن هذا التراجع زيدان زنجلو العربية إسطنبول